فالتوح قال ليه؟ عبدالله جمعة قال ليه؟ عبدالله جمعة انبارح ظهر في فيديو مع رئيس نادي أزا مالك وأعلن اعتداره لجمهور الزمالك ولرئيس نادي أزا مالك قال له لا اعتذر للجمهور فاعتذر للجمهور وقال له أنه أنا يعني هبدأ صفحة جديدة طبيعي يعني ما احنا بنشوف حد تقال عليه حاجة وطلع ما نفهاش بل طلع اعتذر طبيعي أن احنا يعني نقول تمام يبقى معناه أنه حصل لكن ممكن بس تحط حاجة معطى في النص كده وهو أنه الزمالك كان حذر عبدالله جمعة وأحمد فتوح وقت ما كان حذر إمام عشور سابقا من بعد ماتش الأهلي في السوبر أكتر من مرة وعاقب اللاعبين بدرجات متفوتة أكتر من مرة غير معلنة بسبب أنه شايف أنه هم مهملين خارج الملعب بشكل أو بآخر وعشان كده قرر أنه يعلن العقوبة وأنا بقول لكم مختلف في الأسلوب لكنه إعلان العقوبة جزء من العقوبة في وقت النلاوات ده عبدالله جمعة اعتذر وقال لرئيس الزمالك أنه خلاص موجود وأنه معنا وبيعتذر لجمهور الزمالك فتوح من جانبه سألنا في البداية على القصة وعلى لو يحب يقول رأيي فكانت إجابته كالتالي أحمد فتوح قال أنا أعشق نادي الزمالك وتحملت الكثير من أجل النادي لم أسر أي أزمات في ظل الظروف الصعبة عشقا في كيان النادي عقدي مع الزمالك ما زال مستمرا ولم أهدد باللعب للأهلي مثل ما تردد اللي تردد ده كان قاله رئيس نادي الزمالك مستعد لعمل أي شيء من أجل الزمالك يوجد أشخاص يحاولون تشويها صورتي ولا أعلم السبب طيب بالمناسبة بالكلام عن فتوح أكيد ممكن أنتوا عايزين تعرفوا اللعيب اللي تقال إنه عايز يمشي واحتمال يروح الأهلي ومعروض للبيع إيه قصة عقده وعقده ماشي إزاي نحكي لكم كده التفاصيل سريعا جدا وقت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك اللي كان بيتواجد فيها الكابتن أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق أعدوا مع فتوح اللي كان عقده بينتهي وقرروا تجديد مع اللاعب بعقد بينتهي بنهاية الموسم اللي جاي لسه الموسم اللي جاي لسه عقد فتوح يخلص بيتقادى بي بيموجي بهذا العقد خمسة ونص مليون جنيه في الموسم كان العقد اللي قبل العقد ده كان بياخد عقد ناشئين نجموا بزغ وارتفعوا بأحد أهم اللاعبين في المنتخب وفي الزمالك في السنتين اللي فاتوا فتحسن له العقد لكن بعد الخمسة ونص مليون جنيه دي حصل أن جات إدارة نادي الزمالك من جديد اجتمع فتوح مع إدارة نادي الزمالك أكتر من مرة مطالبا بأنه يحصل تعديل في تعاقد الزمالك مع اللاعب لكن بحسب بعض المعلومات أنه ما كانش فيه إجابة أنه آه تمام شافوا أنه لا فيه أمور تانية أهم وأنه هو في الوقت ده شاف أنه فيه لعبين بيتم تعديل وتجديد تعاقداتهم بأرقام أعلى وأنه شعر بالظلم في القصة دي لكن في النهاية عقده ملتزم به حتى نهاية الموسم المقبل على الأقل إيه موقف الزمالك بقى عرض للبيع ولا هيحصل إيه؟ هنشوف إيه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية ترجمة نانسي قنقر